الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد فهذا جواب عن شبهة من شبه المتكلمين لطالما حاولوا نشرها بين الناس وخاصة لاحظت في الآونة الأخيرة أن الأشاعرة والمتصدرين من الأشاعرة يتبنون هذه الشبهة ويكثرون من الحديث عنها وأغرقوا بها وسائل التواصل الاجتماعي حتى لبسوا على الناس دينهم وجعلهم يعتقدون في الله اعتقادا من أفحش الاعتقادات الجهمية وهذه العقيدة لها أصول قديمة عند الجهمية وغيرهم من الطوائف المبتدعة لكن من أكثر الذين نشروها عند الأشاعرة وأدخلوها على الأشاعرة وقعدوا لها الرازي ثم تبناها في العصور المتأخرة مجموعة من المتأثرين بالرازي على رأسهم سعيد فودة وصار تلامذة هذا الأستاذ من أكثر الناس حديثا عن هذه الشبهة وإكثارا من الكلام عنها وتبنيها وكأنهم يتواصون بها حتى قال القائل أنه يبسق بعضهم في فم بعض بها ونسمع الآن لبعض هؤلاء المتصدرين لتقرير عقائد الأشاعرة ممن يكثر انتشارهم على وسائل التواصل وكيف أن جميعهم يتواصون بهذه الشبهة ويكثرون من الحديث عنها بنفس الكلام وبنفس الطريقة شخص شو عم يقول عم يقول الأشاعر يقولون الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم لا في السماء ولا خارج السماء قال يلزم على هذا أن الله معدوم لأنه لما تقول زيد لا داخل الغرفة ولا خارج الغرفة شو معناتها معناتها مو موجود هو حيقة فهم رب العالمين على زيد قاسهما تمام منقول الله ذكر ولا أنثى لا ذكر ولا أنثى معناتها شو معدوم على نفس القاعدة تبعوا منقول الله طويل ولا قصير لا طويل ولا قصير معناتها شو معدوم نفس المقياس تبعاك نحن عم نحاسب فيه نقول له من بدهيات علم المنطق من بدهيات علم المنطق أن النقيضين يرتفعان عما ليس محلا لهما شو هو شو عم يقول أنتوا بتقولوا الله لا دوة ولا برة فرفعت عن الله النقيضين والنقيضان لا يرتفعان نقول النقيضان لا يرتفعان عما كان محلا لهما أما النقضان يرتفعان عما ليس محلًا لهم فنقول الله لا طويل ولا قصير هاي رفع للنقضين ليش لأن الله ليس محلًا للطول والقصر الله لا ذكر ولا أنثى لأن الله ليس محلًا للذكورة والأنثى تمام فلما منقول الحائط ذكر ولا أنثى لا ذكر ولا أنثى لأنه ليس محلًا لهم أما الحائط جو ولا برة بتقول جو أو برة لأنه جواني والبراني هذا محل لهما فنحن شو منقول عن العمى؟ منقول هو فقد البصر عما من شأنه أن يبصر أما الذي ليس من شأنه أن يبصر نرفع عنه العمى ونرفع عنه البصر فهذا كلام هذا الأستاذ عن هذه الشبهة وكيف أنه قررها على هذا النحو الذي فيه تدليس على الناس الذين لا يعرفون الطرق الكلامية والمنطقية والحجج المنطقية ولا يعرفون أن يدفعوا عن أنفسهم هذه الشبهة ولنستمع لآخر يقوم بنفس الفعل ويقرر بنفس الطريقة هل الملائكة ذكور أم إناث؟ شوف أنتوا كلكم تعجبتم وقلتم ليس ذكر وليس أنثى صح؟ طيب من باب أولى الله ذكر ولا أنثى؟ والسؤال قليل أدى بس مهم إذن يمكن أن يقال الله ليس وليس الله داخل الكون ولا خارج الكون؟ لا داخل ولا خارج لأنه لا مكان له فأنت في الملائكة قلت لا ذكر ولا أنثى طيب والله لا داخل ولا خارج الكون تقول هكذا يكون معدوما لا يكون موجودا من غير قانون الكون لأنه قبل الكون وبعد الكون الله طويل أم قصير ولا ياذب الله؟ لا طويل ولا قصير وقلنا من قبل هذا من قبيل التقابل بالملكة وعدمها ليس من شأن الملائكة الذكور والأنوث ليس من ملكاتهم أصلا فأنظر كيف أن هذا أيضا قام بنفس الطريقة وبنفس التدليس وبنفس العمل وكأنهم يتواصون بهذه الشبهة انظر كيف أنهم يتوارضون على نفس الكلام ويأتون بنفس الطريقة ونفس الكلام ونفس الشبهة وهذا الثالث يقوم بنفس الفعل أيضا يقولون الله إما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم لكنه ليس بداخل العالم أنتم تنفون أن يكون داخل العالم حتى لا يلزم الحلول والتنقض فلزم أن يكون خارج العالم فثبت أنه على العرش وأنه مباين لخلقه بذاته لا بصفاته فلاحظون هذا القياس هذا القياس فيه تلبيس الأصل أن يقول المشبه لو أنه أراد أن يأتي بهذا القياس أن يقول هكذا الله إما أن يكون خارج العالم صحيح احتمال أو أن يكون داخل العالم صحيح ويجب عليه أن يزيد أو داخل وخارج العالم معا أو لا داخل ولا خارج العالم وهذا الذي نثبته نحن الاحتمال الرابع هذا الذي نثبته وهذا هم يسكتون عنه في هذا القياس فهذا القياس في الحقيقة ينفعنا لماذا؟ لأنه الآن في الصورة الرابعة ثابتة في الأصل أنه لا يصف بالدخول والخروج فرفع الدخول والخروج هنا ليس رفعا للنقضين لماذا؟ لأن رفع النقضين إنما يكون في الأشياء التي يمكن للنقضين أن يتصف بهم الشيء أما لو قلت مثلا هذا الجدار إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا أكون قد أخطط في هذا القياس الجدار لو تكلم يقول لي أنا لا أتصف لا بالعلم ولا بالجهل خطأ أن تقول إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا فإذا لو أن إنسانا قال هذا المنبر إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا لكنه ليس بعالما فإذا هذا المنبر جاهل هل نأتي بهذا القياس؟ هذا باطل فهذه هي شبهتهم جميعا التي يلبسون بها على الناس وجعلوهم يعتقدون في الله هذا الاعتقاد الباطل الذي هو من اعتقادات الجهمية القدامى ثم نأتي الآن إلى كلام كبيرهم وأستاذهم الذي علمهم السحر وهو الدكتور سعيد فودة لننظر هذا الكلام الذي هو الذي جاء به أصلا لهم وقرره لهم في العصور المتأخرة وينتشر تلامذته بهذا الكلام الذي نتأثر به على نفس منهجه وطريقته وهي طريقة بليدة فنأتي إلى هذا الكلام من رسالة خاصة في هذه المسألة وهي رسالة لا داخل أن الله لا داخل العالم ولا خارجه للدكتور سعيد فودة وقد رددت عليها في كتاب خاص مطبوع يقول الدكتور سعيد فودة أثناء بحثه في هذه المسألة في رسالته قال وأما من يدعي الحذق منهم يقصد خصومه ويقول إذا قلنا لا داخل العالم ولا خارجه فيلزمنا رفع النقيضين يعني هذا يلزم عليهم أنهم إذا قالوا أن الله لا داخل العالم ولا خارجه يلزمون من خصومهم أنهم يرفعون النقيضان أو يرفعون النقيضين فبالتالي يقولون أن الله معدوم أو غير موجود قال وهذا باطل فهذا الاعتراض ساقط وهذه طريقة سعيد فودة دائما يعني أنه متعالي في طريقته على خصومه بالرغم من أنه ضعيف العلم والفهم ودائما يحسب أنه أفهم وأعلم من غيره وهذا شيء عجيب يحتاج إلى دراسة طبية فقال يعني ذكر استشهادا لأحد علمائهم وهم دائما يأتون إلى المجهولين من العلماء فيجعلونهم أكابر العلماء ويصدرونهم وإذا خالفوا خصومهم تجدهم يتدرعون ويحتمون خلف علماء الشريعة كالنووي وغيره لكن عندما يعني يقررون الاعتقادات الباطلة لا يذكرون اسمهم حتى ما سمعناهم في يوم من الأيام يقررون عقيدة من اعتقادات الأشاعرة فيقولون قال النووي قال ابن حجر لا هم دائما يأتون بمجاهيل العلماء وأصحاب الضلال وأهل الضلال ثم إذا حاولوا أن يروجوا أنفسهم عند الأمة يروجون أنفسهم بالعلماء علماء الفقه والحديث المشهورين حتى يجدون لأنفسهم رواجا عند الأمة فهو يقول قال العلام بن جلال من هذا ابن جلال لا تعرف وما دور هذا في الإسلام أو عند علماء المسلمين أو في كتب الإسلام وعلوم الإسلام لا تعرف قال العلامة ابن جلال لأن التناقض إنما يعتبر حين يتصف المحل بأحد النقيضين ويتواردان عليه وأما حين لا يصح تواردهما على المحل ولا يمكن الاتصاف بأحدهما فلا تناقض هذا نفس الكلام الذي روج له هؤلاء الذين سمعتموهم في أول المقطع هذا نفس التقرير وسنتحدث عنه ونهدمه الآن فلا تناقض قما يقال مثلا الحائط لا أعمى ولا بصير فلا تناقض لصدق القضيتين فيه أو لصدق النقيضين فيه لعدم قبوله لهم على البدلية انتهى من كتاب البراءة هكذا ذكر أو نقل عنه سعيد فودة ثم قال أيضا وقال الشيخ أبو حفص الفاسي هكذا نفس الطريقة لا يأتون إلى علماء الدين إلى علماء الشريعة لا تجد في كتبهم الكلامية قال أحمد قال مالك قال الثوري قال ابن معين قال إسحاق لا تجد علماء المسلمين عندهم لا تجد إلا المجهولين من العلماء وأهل الضلال الذين لا يعرفهم أحد وليس لهم قدم صدق أو قدم علم في علوم الدين وعلوم الشريعة قال أبو حفص الفاسي أحد المجهيل الآخرين في حواشي الكبرى الكبرى للسنوسي قال لا شك أن المعتقد أن الله سبحانه ليس في جهة وقد أوضح الأئمة طبعا أئمتهم يعني تقريره في الكتب الكلامية طبعا أكيد أئمتهم لأن الكتب الكلامية ليست عند أئمة المسلمين هم كانوا يحرمون أصلا علم الكلام فإذا كانت في الكتب الكلامية فأكيد عند أئمة هؤلاء من الضلال ومن أهل الكلام وليس عند أئمة المسلمين بما لا مزيد عنه فهو سبحانه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه فأنت إذا جئت بعامي أو حتى جئت برجل من عقلاء بني آدم حتى ممن لا ينتسبون إلى دين فقلت له أصف لك شيئا لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا ولا منفصلا ولا كذا ولا كذا على طريقتهم في النفي سيقول لك أن تتصف للمعدوم هكذا يعني العقل الصريح يدل على ذلك قال وتوهم أن في هذا رفعا للنقيضين وهو محال باطل يعني هذا التوهم باطل إلا تناقض بين داخل وخارج وإنما التناقض بين داخل ولا داخل هذه بدأ الصفسطة التي حكاها عنه ابن رشد الحفيد وهو من أذكياء المنتسبين للإسلام ومن أكابل المتفلسفة المنتسبين للإسلام عندما تعرض للأشعار قال أن هؤلاء قوم بنت أصولها على الصفسطة هذه الصفسطة يعني يقول التناقض ليس بين داخل وخارج فماذا إذن؟ يقول التناقض بين داخل ولا داخل وبين خارج ولا خارج انظر إلى اللف والدوران طيب ما هي؟ لا داخل تساوي خارج ولا خارج تساوي داخل نفس الشيء فقال هو إذ لا تناقض بين داخل وخارج إنما التناقض بين داخل ولا داخل طيب نحن نقول لك خارج تساوي لا داخل قال وليس خارج مساويا للداخل هو الآن يعترض على هذه الدعوة التي نقول له أن معنى لا داخل معناها خارج هي تساويها قال ليس خارج مساويا للداخل وإنما هو أخص منه فإذا تريد أن تثبت هذه الخصوصية أو أنه أخص منه بمعنى أدق فأنت تحتاج أن تجد ولو شيئا واحدا تخرجه عن يعني تجد عينا لا يتحقق فيها هذا حتى تقول أنه أخص منه قال فلا يلزم من نفيه نفية لأن نفي الأخص أعم من نفي الأعم والأعم لا يستلزم الأخص طيب هو الآن استشكل هذا الاعتراض الذي ذكرته الآن قال بما ينفرد فإن قيل يعني على لسان الخصوم بما ينفرد هذا الأعم الذي هو لا داخل عن الأخص الذي هو خارج قلنا ينفرد في موجود لا يقبل الدخول والخروج أين هو هذا الموجود؟ قالوا الله الذي هو أصلا محل البحث بيننا وبينه يعني إذا قلت أنه ينفرد الخارج عن اللا داخل بشيء لا يقبل الدخول والخروج فأنت يلزمك أن تأتي بمثال على هذه القضية التي هي من قضايا السفسطة التي لا يقبلها العقلاء أصلا وأنت تريد أن تقررها فإذا جئت لتقررها لا تقررها ب الموضع الذي هو محل الخلاف والبحث بيننا وبينك وإلا سرطة يعني تدور حول نفسك فهذا تحكم محض يعني إذا قلنا له ما هذا الفرض الذي لا يقبل الدخول والخروج الذي هو ينفرد عن قضية لا داخل قاله الله نقول لك هذا تحكم محض وهذا هو أصلا محل البحث بيننا وبينك وهذا هو محل الخلاف فكيف تثبت قضيتك بمحل الخلاف بيننا وبينك أم أنكم لا تعرفون حتى في البحث وأساليب البحث ومنهج البحث قلنا ينفرد في موجود لا يقبل الدخول ولا الخروج ولا الاتصال ولا الانفصال وهذا يحمله العقل ولكن يقصر عنه الوهم لا لا يحمله العقل هذا العقل المشائي السفسطاء هذا الذي يحمل هذه القضايا أما العقل الصريح العقل الفطري فلا يقبل هذه القضية أنتم إذا ذهبتم إلى عقلاء الدنيا بجميع أديانهم وأطيافهم وأعراقهم فقلتم لهم هل تصدقون أن شيئا لا يكون داخل العالم ولا خارج العالم ومع ذلك هو موجود سيكذبونك لن يقبلها أحد اذهب إلى علماء الفيزياء اذهب إلى علماء المتخصصين في جميع العلوم العقلية وغير العقلية واطرح عليهم هذه القضية السبسطائية لن يقبلها أحد العقل الصريح لا يقبلها قال وقصور الوهم منشأ الشبهة ومثار دعوة الاستحادة ثم قال سعيد فودا منتشيا بهذا الجواب قال وهذا هو الجواب التحقيقي فهو ينتشي بمثل هذه الأمور وهو طبعا سعيد فودا زنب من أذنب الرازي وأضرابه لم يأتي بشيء هو فقط يحفر ويلقر في الكتب القديمة ويخرج للناس لكن هذا رجل ضعيف العلم جدا قال وهذا هو الجواب التحقيقي ولا نريد الإطالة به لأننا نعلم أن عقول الذين نخاطبهم تقصر عن إدراك هذه المعاني هذا الذي ذكرته لك منذ قليلة عن سعيد فودا هو دائما يطرح نفسه على أنه أعقل الناس وأفهم الناس بالرغم أنك إذا سمعته تقول ما هذا العي الذي عند هذا الرجل لا يستطيع أن يتكلم كلما مرتجرا هكذا لا يستطيع أن يقيم جملة سالمة وتشعر أنه أجنبي تعلم العربية أي كلامه غير مستقيم وعلومه فاسدة وسبحان الله هذا فعلا يحتاج إلى نظر طبي قال أن تقصر عن إدراك هذه المعاني وقصدنا هنا هو إلزمهم بفساد مذهبين هذا يعني مجمل التقرير هذه الشبهة التي يطرحونها وينتشون بها ويحاولون التلبيس على الناس بها ونحو ذلك يا إخوة يعني رد هذه الشبهة من ناحية العقلية سهل جدا وأما من ناحية الشرعية فهو أيضا عندنا من الأدلة أكثر مما يحصى في رد هذه الشبهة فأدلة المسلمين في رد هذه الشبهة كثيرة جدا ومن أهمها وأعظمها إثبات علو الله واستوائه على عرشه بإجماع المسلمين فأنت بمجرد أن تثبت علو الله على الخلق وأن الله سبحانه وتعالى مستون على العرش فقد أبطلت هذه الشبهة خلاصة الأمر الله سبحانه وتعالى كان موجودا قبل خلق الأشياء كان قبل كل شيء كان ولا شيء معه فكان له وجود وتحقق يعني كان له واقعية كان له تحقق في الخارج يعني على إصطلاحه خارج الأذهان وفي هذا الوقت أو في هذا المحل لا يقال الله داخل أو لا داخل أو داخل أو خارج لأنهم هكذا يقررون هذه القضية في الابتداء ويلبسون على الناس كما فعل علي جمعة وغيره أيضا لهم مقاطع منتشرة على نفس هذه الطريقة وكما يقول أيضا سعيد فودة في هذه الرسالة عندما كان الله ولا شيء معه كان داخل العالم ولا خارجه والله إذا عرضنا هذا الكلام على بعض عقلاء الدنيا ممن ليسوا مسلمين لضحك من هؤلاء يعني عندما نقول الله موجود ولا شيء معه فأنت كيف تقول هو حينئذ داخل العالم أو خارجه وإن العالم أين العالم حتى يكون داخل أو خارج منه هذه قضية إنما تنشأ وينشأ السؤال عنها عندما يكون هناك موجود آخر مع الله عندما يجد الأشياء عندما يخلق الأشياء فعندما خلق الأشياء لم يخلقها في ذاته وإن قلتم ذلك فأنتم كفرتم بالله وإنما خلقها خارج ذاته فإذا خلقها خارج ذاته كان هو خارجا عنها هكذا الأمر ببساطة كان هو خارجا عنها وإجمع المسلمين منقول على أن الله بائن من خلقه ما معنى البينونة؟ البينونة معناها يساوي معنى خارج معنى أنه مباين للعالم يعني خارج عن العالم هذا هو معناه هذا هو المنقول بالتواتن عند علماء المسلمين ونقلوا عليه إجماعات كثيرة فنحن نقول ردا على ما نقله سعيد فودع عن هذا ابن جلال وابي حفص وغيرهم ممن نقل عنهم نحن نقول أنكم تلبسون على الناس وكذلك الذين سمعتم مقاطعهم في البداية من شاء الغلط عندكم أنكم تعتبرون أو تقيسون الخارج والداخل والذين هما من تقابل النقيضين تقيسونهما على تقابل العدم والملك يعني للأسف هم يصنعون ويخترعون وينشئون علوماً المنطق طبعاً هم لم ينشئوها هم أتباع للمدرسة الأثينية المدرسة اليونانية في هذه العلوم فهم يعني بنوا من هذه العلوم صانماً لكنه كان صانماً من العجوة عندما يجوعون يأكلونه كأنهم مثل المجالس التشريعية يسنون قوانين ليست من أجل جميع الناس وإنما هي مفصلة لهم هكذا نفس الطريقة فهذا هو المقرر عندهم في كتبهم في كتبهم المنطقية أن أنواع التقابل أربعة وأن هناك فرقاً بين تقابل الملك والعدم وتقابل النقيضين الخارج والداخل نحن نقول أن التقابل بينهما من تقابل النقيضين وليس من تقابل الملك والعدم فأنت عندما تقيس الله وهذه طريقتهم دائماً أنهم يقسون الله على الجمادات وعلى المعاني الذهنية فدائماً يقسون الله على الحائط الذي لا يقبل العلم والجه وعلى المنبر الذي لا يقبل العلم والجه ونحو ذلك فطريقتهم دائما أنهم يقيسون الله بالجمادات وبالمعاني الذهنية التي لا تتحقق في الخارج فعندما تقيسون الله بهذه الطريقة أنتم تقيسون شيئا من نحو تقابل النقيضين على نحو تقابل العدم والملكة لأن تقابل العلم والجهل من تقابل العدم والملكة الذين يرتفعان عن المحل الغير قابل لهم طبعا ممكن أن نسير معكم في طريقة شرعية ونقول أن الجمادات أثبتت الشريعة لها العلم والمحبة كمحبة جبل أحد وأثبت الله سبحانه وتعالى لها التسبيح وأنها تعقيل ونحو ذلك هذا منح شرعي أنتم أصلا بعيدين عنه فبالتالي لن نلجأ إلى هذا لكن نقول لكم هذا من نحو تقابل الملكة ولا عدم فيرتفعان عن غير القابل لهما لأن تقابل العدم والملكة مأخوذ فيه أو مراحظ فيه الشأنية فهما يرتفعان عما ليس من شأنه أن يقبلهما أما تقابل النقيضين فلا يرتفعان ولا يجتمعان بإجماع عقلاء الدنيا فالخارج والداخل ليس من تقابل العدم والملكة وإنما هو من تقابل النقيضين فنحن ندعي ونقول لكم أن خارج العالم أو داخله هذه قضية من نحو تقابل النقيضين وأن خارج العالم نقيض نقيض داخل العالم وأنه لا واسطة بينهما يعني ليس هناك واسطة أبدا بينهما وهذا بالعقل الصريح اذهب إلى أي أحد في الدنيا وقل له حتى الغرفة التي تجلس فيها هذه قل له الذي لا يكون داخل الغرفة فماذا يقول؟ سيقول لك طالما أنه موجود فهو خارج الغرفة لا واسطة بينهما فإما أنه داخل العالم أو خارج العالم ادعى من ادعى منهم صفسطة أن هناك فردا ليس داخل العالم ولا خارجه وأنه ينفرد بهذه القضية فقلنا له من هو قال الله الذي هو محل البحث محل القضية وهذا طبعا مرضود عليهم لأنهم لا يستطعون إثبت هذه القضية التي هي أصلا قضية بعيدة عن العقل والتي هي أصلا من قضايا الصفسطة لا يستطعون أن يثبتوها بمحل البحث وإلا هذا تحكم هذا تحكم يستطيع أي أحد حينئذ أن يدعي أي قضية مهما كان العقل يرفضها ثم إذا حققته بنى لك أي قياس وأي قاعدة فإذا قلت له أثبت لي هذه القاعدة بأي طريقة أو بأي مثال أو بأي مثال واقعي قال لك هذا محل البحث الذي أقوله هو الذي ينفرد بهذه القضية وهكذا فيستطيع حينئذ أي واحد أن يثبت أي شيء وهذا هو يعني غاية طريقتهم أنهم يصلون إلى إبطال جميع العلوم إلى إبطال جميع العلوم تعالى الآن يعني نأخذ نوعا واحد من الأدلة الشرعية بعد أن بينا فسد هذا من النحية العقلية ونقول لهم أن قياسكم فاسد لأنكم قزتم نحو تقابل النقيضين على تقابل العدم والملكة ولبستهم على الناس هذا من ناحية العقلية وهذا طبعا لا يحتاج أن أخرج لك النصوص من كتب المنطق ومن كتب الكلام في هذا الكلام وبيانهم يعرفون هذا يعرفون أنحاء التقابل ويعرفون الفرق بين تقابل العدم والملكة والفرق وبين تقابل النقيضين لكن تعالى الآن نروح لأهل الشريعة نذهب لأهل الشريعة أهل الديانة والذين يعني هم محط اهتمام المسلمين يعني ليس كلام المناطق والفلاسفة هو محط اهتمام المسلمين محط اهتمام المسلمين هو كلام أهل الدين أهل الديانة تعالى الآن نثبت لهم أن الله خارج العالم بأدلة شرعية بنوع واحد من الأدلة الشرعية نوع واحد لأن الأدلة الشرعية متكاثرة وكثيرة نستطيع أن نأتي بأدلة العلو القرآنية أدلة العلو من السنة النبوية أدلة الاستواء أدلة العلو أدلة أن الله خلق الأشياء فبالتالي خلقها خارج ذاته ونحو ذلك الأدلة نستطيع أن نأتي بأدلة كثيرة لكن سنأتي إلى نوع واحد من الأدلة وهو الإجماع على أن الله عال على الخلق وأنه مستوى على العرش لأن الإجماع كما هو مقرر في علم أصول الفقه هو أقوى الأدلة احتجاجا وثبوتا لأنه إذا أجمع علماء المسلمين الذين بجميعهم يعرفون مجمل وجميع الشريعة الإسلامية وجميع الوحي لأنه لا يغيب عن جميع علماء الأمة شيء من الوحي فإذا علموا جميعا بالوحي سواء من حيث النصوص أو فهم النصوص فأجمعوا على شيء لا سيما في الاعتقاد فلابد أن يجمعوا هذا قطعي فبالتالي الإجماعات هذه هي أقوى ما يستدل به على هذه القضايا فنأتي فقط بنوع واحد من الأدلة وهو الإجماع على أن الله سبحانه وتعالى عالي على الخلق مستوى على العرش فيثبت بذلك أنه سبحانه وتعالى خارج العالم نقرأ إجماع المسلمين على ذلك عدد كبير من العلماء والأئمة ننقل فقط بعض هذه الإجماعات الإجماع الأول لإمام كبير الشأن من أئمة المسلمين وهو قارين الإمام أحمد الإمام إسحاق ابن راهوي وهو قارين الإمام أحمد ويعتبر في نفس مكانته ومنزلته وهو من أعلى من الناس باعتقاد أحمد واعتقاد أصحاب الحديث وأهل الحديث في زمانه الذين هم علماء المسلمين ماذا قال إسحاق رحمه الله؟ قال الله الرحمن على العرش استوى يستدل بالآية الرحمن على العرش طالما أن الله الرحمن على العرش إذن هو خارج العالم فالعرش أعلى المخلوقات والله مستوى عليه يعني عال عليه ومرتفع عليه كما جاء في صحي البخاري عن مجاهد وغيره أن الله عز وجل في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال على وارتفع طيب فإذا كان العرش أعلى المخلوقات والله عال ومرتفع عليه فالله خارج العالم وخارج المخلوقات هكذا فقال إسحاق الرحمن على العرش استوى قال إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء أسفل الأرض السبعة انظر الآن إلى كلام الذهبي رحمه الله في كتابه العلو والذي أعتبره شفاء المتكلمين يعني كتاب للذهبي كتابان كتاب العلو وكتاب العرش أعتبر أن هذين الكتابان أو أن هذين الكتابين هما بمثابة شفاء لمن أعياه داء الكلام يعني الذي مرض بالكلام ويريد أن يشفى يقرأ كتاب العلو وكتاب العرش للذهبي فالذهبي يقول في كتابه العلو ثم تعقيبا على هذا الإجماع الذي نقله إسحاق يقول اسمع ويحك يعني يصجر هؤلاء الذين تنكروا وتنكبوا لعلماء الدين وذهبوا إلى علماء الضلال وإلى الذين جاءوا بالعلوم الأجنبية عن علم المسلمين قال اسمع ويحك إلى هذا الإمام هذا من يقوله يا إخوة؟ هذا يقوله الذهبي الذي هو مؤرخ الإسلام وعالم وحافظ المسلمين الذي هو أجل منزلة بمسافة كبيرة جدا من ابن حجر مثلا والذي كان يتمنى ابن حجر أن يصل إلى درجته فماذا يقول الذهبي؟ اسمع ويحك إلى هذا الإمام كيف نقل الإجماع على هذه المسألة هذه المسألة التي يصفصطون فيها وينكرونها انظر إلى هذا الإمام كيف أنه ادعى الإجماع وحكى الإجماع ونقل الإجماع على هذه المسألة قال الحافظ الكبير قتيبة ابن سعيد قال هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة انظروا يا إخوة لأنكم أنتم الآن أنتم لا تعرفون شيئا عن هذا الكلام للمخالفين أنتم لا تعرفون شيئا عن هذا الكلام هذه الكتب كتب السلف هي محرمة عليكم من مشايخكم مشايخكم حرموا عليكم كتب السلف أنتم تقرؤون في كتب المتأخرين من المتكلمين فلا تجدون إلا قال الرازي وقال فلان وقال فلان لا تسمعون قال أحمد قال مالك قال إسحاق لا تسمعون لأحد من علماء المسلمين وإمة المسلمين القدامة أنتم لا تسمعون إلا قال الجويني قال الإيجي قال العضد قال السعد التفزاني قال الشريف الجرجاني قال البيضاوي اللي هي عقيدة العجم وتركتم اعتقاد الأثر اعتقاد المسلمين اعتقاد أهل الحديث المنقل بالتواتر والذي هو كتبه كثيرة والآن ينسبوننا إذا قلنا لهم هذا الكلام ينسبوننا إلى يعني الدعوة الوهبية ولسنا منها ولا نقول هذا يعني تعاليا عليها أو تنكرا لها لكننا لسنا من هذه المدرسة نحن نحكي لكم كلام أهل الحديث ومعتقد أهل الحديث الذي نحن عليه الذي هو مسطر ومكتوب في الكتب ومدون في عشرات أو مئات المدونات لأئمة المسلمين قبل أن يولد محمد بن عبد الوهاب بل أزيدك من الشعر بيتا بل قبل أن يولد ابن تيمين هذه الاعتقادات إذا لم تستطعوا أن تصلوا إليها تعالوا نوصلكم إليها هذه الاعتقادات موجودة ومدونة في دواوين الإسلام القديمة قبل أن يولد ابن تيمين بقرون فانظر إلى هذه الإجماعات التي حرمها عليكم شيوخكم قال الحافظ قطيبة ابن سعيد هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماع نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه على عرشه سبحانه وتعالى ذكره الزهب ثم عقب عليه أيضا قائلا فهذا قطيبة طبعا أنتم ما تعرفون قطيبة؟ تعرفون ابن جلال وابو حفص وفلان وفلان ما تعرفون أن هذا من أعظم أئمة المسلمين قطيبة بن سعيد لكن يعرفه الزهب ويعرف جلالته فقال فهذا قطيبة بن سعيد في إمامته وصدقه فأبحثوا عن ترجمته لتعرفوه قد نقل الإجماع على هذه المسألة ثم اسمع إلى هذا الإمام أيضا قال الإمام ابن بطة العكبري أحد أئمة الحنابلة قال وأجمع المسلمون من الصحابة انظر يا أخي انظر إلى هذا الإمام الكبير العلم في الأمانة والصدق ينقل إجماع من من؟ ليس من إجماع المسلمين في عصره إجماع الصحابة والتابعين وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه انظر هكذا هذا الذي نقوله هذا الذي نقوله نقول أن الله خارج العالم وهو مستون على عرشه فوق مخلوقاته هذا الذي نقل عليه إجماع الصحابة والتابعين على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه قال إيش؟ لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية يعني لا يقول بخلاف ذلك إلا من ينتحل المذاهب الحلولية وهذا يحكي عن بعض المتكلمين في عصره الذين كانوا يقولون أنه في كل مكان وهم قوم زاغت قلوبهم واستهوتهم الشياطين فمارقوا من الدين وقالوا إن الله تعالى لا يخلو منه مكان فهؤلاء الحلولية فقالوا إنه في الأرض كما هو في السماء وهو بذاته حل في جميع الأشياء طبعا هذا نقض لمن لذين ينتحلون مذاهب الحلولية الذين قالوا أن الله في كل مكان لكن فيه رد أيضا على الذين قالوا أن الله لا في شيء أصلا أو لا في مكان أو أن الله لا داخل العالم ولا خارجه فنفوا وجوده يعني هؤلاء بين طرفين نقيض إما أن يقولوا الله في كل شيء وفي كل مكان فيقعوا في الحلولية والاتحاد ووحدة الوجود وإما أن يقولوا الله لا داخل العالم ولا خارجه فيقعوا في العدم المحض وينفون إلى الله أو يضيفون إلى الله وينسبون إلى الله عز وجل العدم قال سعيد بن عامر الضبعي رحمه الله تعالى الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى لماذا يا إمام قال قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله على العرش جميع أهل الأديان وهذا الذي ينقلوا دائما ابن ذيمين وقالوا هم ليس على العرش شيء فإذا قالوا ليس على العرش شيء إذن هو ليس موجود ولذلك نحن نقول لهم قضيتكم هذه أن الله لا داخل العالم ولا خارجه وتقتضي أن الله ليس موجود أن الله ليس موجودا قال الإمام عثمان بن سعيد الداريمي الإمام هذا الذي هو يعني غصة وشوكة في حروق هؤلاء المبتدعة قال وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنثة قد عرفوه بذلك حتى الصبيان ايتي بصبيه وقل له أين ربك سيقل في السماء مرة من المرات جلست مع عمي فسألته هذا السؤال يعني بعض الناس قلت له هكذا بعض الناس يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه فقال لي مستغربا أين هو إذن يعني هذا الاستنكار يتضمن ماذا أنك تقول أن الله ليس موجودا يعني فهذا هو العقل الصريح لعوام المسلمين حتى قال إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواها فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية وقال أبو بكر بن خزيمة من لم يقر بأن الله طبعا هذا إمام الأئمة وهذا طبعا الذي أيضا يعني شوك في حلوقهم حتى قال عنه الرازي أن كتابه كتاب التوحيد قال عنه كتاب الشرك فهم يكرهون أئمة المسلمين وأئمة الحديث قال من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سمع سمواته فهو كافر بربه يستتاب فإن تابه إلا ضربت عنقه إلى آخر كلامه قال الحافظ الذهبي وانظر إلى مقالة الحافظ الذهبي هذه لأن هذه مقالة مهمة جدا ينقلها إمام حافظ كبير اطلع على ما لم يطلع عليه يمكن جميع أئمتكم من سير وتراجم وأقوال السلف فقال ماذا في كتاب العلو قال مقالة السلف وأئمة السنة بل والصحابة والله ورسوله والمؤمنين ماذا قالوا كل هؤلاء أن الله في السماء وأن الله على العرش وأن الله فوق سماواته وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وحجتهم على ذلك النصص والأثر ثم قال ومقالة الجهمية أن الله في جميع الأمكنة طيب فماذا؟ هذا طبعا المتقدمين منه طيب قال ومقال متأخر المتكلمين يقصد بذلك الأشاعر والماتوريدية وأضرى بهم من المنتسبين إلى أهل الكلام قال ومقال متأخر المتكلمين أن الله ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا بأي عن خلقه ولا متصل به وقالوا جميع هذه الأشياء صفات الأجسام والله منزه عن الجسم قال لهم أهل السنة والأثر رد عليهم أهل السنة والأثر وقالوا لهم هذه السلوب نعوت المعدوم أنتم الآن تصفون لنا معدوما يعني لو قلنا لكم صفوا لنا المعدوم لن تجدوا وصفا أعظم وأفهم من هذا بل هو موجود قالوا هذه السلوب نعوت المعدوم تعالى الله عن العدم بل هو موجود متميز عن خلقه موصوف بما وصف به نفسه أنه فوق العرش بلا كيف فهذه يا إخوة إجماعات السلف بل من حتى من متقدم الأشعرية من أثبت ذلك أن الله مستون على العرش وأنه عالن على الخلق منهم مثلا أبو بكر ابن الطيب الباق اللاني وهو أعظم منتسب الأشعرية إلى الأشعرية أو أعظم الأشعرية انتسابا إلى الأشعرية بل هو أجل وأعظم عند من يفهم في العلم من الأشعرية نفسه ماذا قال عندما سئل فإن قالوا فهل تقولون إنه في كل مكان قيل معاذ الله بل هو مستون على العرش كما أخبر في كتابه هكذا هذا الذي نحاججكم عليه الذي قاله يعني أكابر أئمتكم المتقدمين هذا الذي نحاججكم عليه وهذا الذي نقوله لكم وأنا نصيحتي يا إخوة والله نصيحة مشفق للذين يتبعون طريقة الأشعرية من العوام اليوم لأن أغلب المتصدرين اليوم وأغلب الذين يحسبون أنهم طلاب علم وأغلب الذين يتكلمون على وصائل التواصل الاجتماعي أغلب هؤلاء هم عوام بل زادوا على العوام بأنهم صاروا على جهل مركب هؤلاء صاروا على جهل مركب أنا أنصحكم والله نصيحة مشفق يعني إذا كنتم تريدون أن تأخذوا من الأشعرية اعتقادا فأخذوا منها على الأقل ما يحتمل ما يحتمل الإسلام أو ما يكون داخلا تحت العذر أو ما يكون داخلا تحت نوع من البدعة الفسقية ونحو ذلك أما أن تأخذوا هذه المقالة التي هي مقالة الجهمية والتي كفر علماء السلف الجهمية فيها بها فإياكم يعني ما وجدتم عند الأشعر وعند المتكلمين وعند المتفلسفة مقالة تعتقدونها وتتبنونها غير هذه المقالة مقالة الملاحدة هذه أن الله لا داخل العالم ولا خارجه يعني أن الله ليس موجودا واجلس مع نفسك أخي اجلس مع نفسك بعقلك الصريح هذا عقل الصريح الفطري بعيدا عن هذا كله بعيدا عن هذه القضايا السفستائية التي جاءوا به اجلس مع نفسك هكذا وقل لنفسك هل ممكن أن يكون هناك شيء لا داخل العالم ولا خارجه وهو أيضا موجود حاسب نفسك هكذا اجلس مع نفسك وحاسب نفسك هكذا مع اعتبار أن هذه الصفصة الكلامية والفلسفية لم تكن معروفة عند السلف فأنت غير محتاج إليها الصحابة ما عرفوا هذا التابعين ما عرفوا هذا أيضا المسلمين ما عرفوا هذا ما حرموا هذه العلوم فأنت بمعزل عن هذه العلوم تفكر هكذا قل إذا كان الشيء موجودا يعني متحققا في الوجود فهل يمكن مع وجوده وتحققه وكذلك تحقق مخلوقات أخرى له هل ممكن أن يكون هو لا داخل ولا خارج منها يجتمع فيها هكذا الشيئان معا هل يمكن هذا أم أن هذا المعدوم هو الذي لا يكون لا داخل ولا خارج اجلس وحاسب نفسك على هذه القضية لأن أنت الآن على خطر كبير هذه ما قالت يعني نحن الآن ندعي بكل وضوح أن ما قالت لا داخل العالم ولا خارجه تضع أمامها كذا علامة يساوي غير موجود لا داخل العالم ولا خارجه تساوي غير موجود ولذلك نحن نهتم بهذه القضية لماذا؟ لأننا نقول أن هذا الاعتقاد يلزم منه لزوما بينا نفي وجود الله سبحانه وتعالى بل لا نحتاج إلى قضية لزومية نقول أصلا أن هذا بمجرد العلم باللغة العربية هكذا أن هذا يعتبر مرادف له يعني أنت تقول لا داخل العالم ولا خارجه مرادفه 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 أن الله غير موجود هكذا ندعي ولذلك هذه القضية خطيرة جدا فلا تسمحوا لأحد أن يلبس عليكم دينكم حتى تعتقدون نفي وجود الله سبحانه وتعالى بقضايا سفستائية أنتم أصلا لا تدرون عنها شيئا ولا تعرفون كيف قررت في هذه الكتب بل المتصدرين من الأشعار اليوم لا يعرفون أو أغلب هؤلاء لا يعرفون كيف قررت هذه المقالات وكما ذكرت لك منذ قليل كلام سعيد فودا والعلماء الذين نقل عنهم سعيد فودا ما وجدنا في كلامهم شيء ما في كلامهم أدلة هو فقط نقل اعتقادات هؤلاء الجهمية مقررا لها منتشيا بها ثم نظرنا حتى في كلام هؤلاء ما وجدنا شيئا وجدناهم يقولون نعم لا خارج يعني تختلف عن أو لا داخل تختلف عن خارج وأن هذه عام من هذه فقلنا له كيف تثبتون لنا هذا العموم ما هو الفرض الذي يخرج عن هذه القضية ويعني يفرق بينها فلا يكون بينها التساوي قالوا هو أجد الله هذه قضية التحكم محظ يعني ليس عندهم شيء على رأي إخواننا الخليجيين ما عندهم سلفة ما عندهم شيء ما في أدلة يا إخوة ما في أدلة هؤلاء ليس عندهم هذه القضية التي يثبتونها ويجعلونها محور اعتقادهم والله ليس عندهم أدلة لا عقلية ولا نقلية على هذا ليس عندهم أدلة وإنما هي شبه أدلة وتوهمات أدلة طبعا هؤلاء المتصدرين اليوم لأنهم لا يعرفون شيئا عن كتب الكلامية والمنطقية ولأنهم ضعافة حتى في مذاهبهم يلجأون إلى نصوص شرعية يحاولون التلبس بها مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء لا تنفعك في شيء مثل هذه الآيات لا تنفعك في شيء لأن أنت تنفي بها ما هو ثابت بالنصوص فلو قال لك المعتزلي مثلا ليس كمثله شيء إذن ليس له سمع لأننا لنا أسماع أيضا يثبت عليك هذه القضية بهذه الآية ثم يجيك المتفلسف فينفي جميع ما أثبته أهل الشرع بهذه القضية أيضا يقول الله مخالف للحوادث فبالتالي كل مكان الحياة نقول الله ليس حيا لماذا؟ لأننا نحن أحياء الله ليس سميعا لأننا نسمع الله ليس بصيرة لأننا نبصر وهكذا فلا تنفعكم في شيء أن تذكروا هذه الأدلة الشرعية وتحسبون أنكم أثبتتم مقالتكم هذه الفاسدة الباطلة وأنا أحذر لآخر مرة إخواني وأحذر الطلبة الذين يبتدئون في العلم اكتفوا بالقرآن والسنة اكتفوا بقراءة وتعلم القرآن والسنة وابتعدوا عن هذه المقالات والله هذه المقالات سترديكم إلى المهاوي وستوقع بكم في المهالك هذا هو معنى القضية التي يلبسون بها عليكم أنها معنى نفي وجود الله سبحانه وتعالى فهل ترضى لنفسك أن تقع في هذه المقالة الباطلة بهذه الشبه خف على نفسك خف على نفسك وتعلق وتمسك بالكتاب الله وبسنة نبيك واكتفي بهما واترك مقالات أهل الكلام فإنهم على ضلال مبين ولأنهم أكثر الناس حيرة وتشككا في اعتقادهم وفي مقالاتهم وفي كثير منها يرجعون عنها بعد أن يقررونها أما علمت هذا فاحذر لنفسك واختر لنفسك منهجا صحيحا سليما تبتعد به عن مقالات أهل الزيغ والضلال وأكتفي بهذا في هذا المجلس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته